كمان الحقيقة الاستثمار في العنصر البشري ده مهم لأن ممكن يكون عندي شاب عنده مؤهل علمي هايل وعظيم جدا جدا ولكن عنده بعض الأمور فيه شخصيته شخصية ما يقدرش ياخد قرار مثلا ما عندوش كفاءة في الحكم على الأمور قد يكون ثقافته أو اطلاعه خارج مجال الدراسة أو الكتب اللي هو درسها قد تكون خبرات قليلة جدا أو ثقافته العامة ضعيفة ففي الحالة دي بيكون فيه نقص فيه الشخصية بيحتاج إلى إكمال يحتاج إلى ملء هنا دور طبعا البيت والأسرة ولكن كمان دور المؤسسات ده الدور الحقيقة اللي بتقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب وإنها بتقدر تشتغل على الملف ده مع الشباب في الإطار ده فيه برنامج تدريبي عظيم جدا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عشان تقدر الأكاديمية أن هي تدرب طلاب المدارس والجامعات تقدر تديهم جوانب شخصية متكملة بترفع الوعي تعرف بالمشاريع اللي بتتم تطوير القرى بحياة كريمة بغيرها من المشروعات اللي بتقدمها المؤسسة وبيستفيد طبعا منها الناس ولكن ده جزء فيه إطار تنمية العنصر البشري عن شريحة معتبرة من المجتمع وهي شريحة الشباب وده الحقيقة جهد محترم بنشكر في الأكاديمية الوطنية للشباب وكمان بنشكر أيضا مؤسسة حياة كريمة ترجمة نانسي قنقر